الطلاب الاي سيتي الله يعطيكم الف عافية دائما بيسألوني الطلاب كيف بنتدرب على الاي سيتيز قبل من نروح بخصوص الانجليش اول اشي تعالوا نقرأ هاي القطعة القطعة بتيحكي barcode a linear history in 1948 graduate students Norman Woodland and Bernard Silver took on a problem that had troubled retailers for years تعالوا نشوف السؤال رقم واحد بما انه عندي هنا رقم تعالوا ننتقل للسؤال السؤال بيحكي لك كالتالي اول اشي no change اذا بتلاحظوا ايش هو no change حطين على كلمة students وحطين على الاسمين Norman Woodland and Bernard Silver في عندي هون طبعا commas وهاي الcommas فيها مشكلة خليني اوضح لكم ليش في البداية تعالوا نشوف هاي الخيار d دا استخدم اسلوب الحذف والاستبعاد elimination students Norman Woodland and Bernard Silver الفاصلة هون isn't required ما لها اي داعي فهذا الحكي غلط لما بكون عندي subject ما بحط فاصلة بعده بينه وبين الفعل التاني students Norman Woodland and Bernard Silver هاي فش عليها اشي اتوقع انها صحيح بدي اخدها ما بدي اجزم هون students حطلي هون ايش حطلي هون كومة Norman Woodland and Bernard Silver وبدون فاصلة هون بدون كومة هاي راح تكون غلط الخيار بي والno change غلط تعالوا نشوف السبب ليش في البداية لما يكون في عندي subject اللي هو graduate students هاد ايش هاد السببجكت عادة we don't usually use commas ما منستخدم commas هون خصوصا لما يكون الاسم طويل لو كان student علي هاد بيكون اسمه opposite بس هون عنا two names linked by and فهاي صار اسمها ايش اسمها phrase فهون we don't require commas فلذلك راح اختار الخيار C ويكون هو الخيار الصحيح بالنسبة النا فقط هذا هيك يا جماعة الخير ممكن انت تدرس الاي سي تيز بطريقة مرتبة وكل يوم راح ننزل سؤال شيروه عشان يستفيدوا من الناس والله يعطيكم العافية كان معكم الاستاذ محمد الاسود ه يا جماعة اعمال